اربعة عشر عاما مرت على الاستفتاء الذي اجري للدستور العراقي بعد فوضى سبقته الدستور الذي ارتضاه العراقيون ليضعوا خطواتهم الاولى على طريق ديمقراطية ومنذ ذلك الحين لم يجرؤ احد الحديث عن نقاط الاخفاق فيه حتى جاء رئيس الجمهورية برهم صالح واكد خلال استقباله ممثلين عن الامم المتحدة ومفوضية الانتخابات وعدد من اساتذة الجامعات والاعلاميين والنشطاء واصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين ضرورة مراجعة هذا الدستور والاستماع للشعب لنا ان نعتز بما انجزناه من منجزات سياسية لكن ايضا امامنا استحقاق مراجعة هذا الدستور والاستماع الى شعبنا والوقوف على ما هو مطلوب في ضوء التجربة العملية من العراقيل التي تعرق للحكم الرشيد وتوفير الخدمات الرئيس صالح دعا لاصلاحات كبيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد واهمها مراجعة المنظومة الانتخابية نحن بحاجة الى اصلاحات جوهرية تعيد الثقة بمنظومة الحكم في هذه البلاد من الاصلاحات المطلوبة هي مراجعة المنظومة الانتخابية مراجعة جدية وهادفة سياسيون قالوا ان هناك مشكلة دستورية مؤكدين ان من يريد اعتماد منهاج اصلاحي حقيقي فلابد من حزم اصلاحات دستورية وانتخابية تدفع المواطنة للثقة بمنظومة الحكم الاصلاحات الدستورية اصبحت مسألة واجبة يجب على البرلمان الان من الان دراستها يجب على الكثير من القوانين التي شرعت دستوريا يجب الغاءها محللون سياسيون قالوا ان رئيس الجمهورية دائما يلامس جروح العراقيين فهو يشخص الخلل ويدعو الجميع لإيجاد الحلول التي تخدم الوطن والمواطن برهم صالح وكعادته ينبري دائما للاطلاع على واقع العملية السياسية العراقية وكذلك ما يحتاجه المواطن العراقي لذلك فان طرحه لتعديل الدستور مسألة توفير الخدمات والاهتمام بالمواطن العراقي جاءت مطابقة لشخصيته مختصون بالشأن العراقي قالوا ان العراق ينفض غبار الحروب عنه ويحاول ساسته ايجاد حلول لمكامن الخلل في منظومته الانتخابية بنحو جدي وهادف يؤمن للعراقيين فرصة مضمونة للتعبير عن رؤيتهم حول بلدهم دون انتقاص او تلاعب